ديما بياعة نقطتين للدراما المشتركة أفادت الممثل أو الممثلي اللبناني أكثر مما أفادت الممثل أو الممثل السوري لأنه الممثل السوري كان أكثر انتشارا عربيا وفعليا يمكن ماحتاج للدراما المشتركة ليعزز هذا الانتشار مثل ما قالت الممثلي ديما بياعة عبر لقاءة مع الإعلام محمد قيس ببرنامج عندي سؤال على منصة المشهد هيدا التصريح أثار جدلا كبيرا وانقساما كبيرا بالأراء وردود الأفعال على تصريح ديما بياعة اللي أخصت بالذكر ندين نسيب النجام وقالت أنه ندين من بعد لو كمسلسل حققت انتشار عربي واستفادت من وجود الممثل السوري أمامها ليعزز من انتشاره عربيا هيدا التصريح ما أرضى جمهورنا دي النسيب النجام وشفنا اختلافات شاسعة وكبيرة جدا بالأراء اللي بدنا نواصله نحن كأسرة تحرير منصة كوليس أنه كل نجم حر بكيفية التعبير عن رأيه كل إنسان بالمطلق عنده الحرية الكافية ليفرجينا هو كيف بينظر للموضوع لأي موضوع بالحياة اللي قلته ديما هو بناء على قناعاته بهذا الموضوع وممكن النجم آخر يكون عنده قناعات أخرى بذات الموضوع علينا أن نحترم وعلينا أن نبتعد عن الهجوم المستمر اللي منشنه على كل نجم بحال عبر على الرأي مختلف عنه واللي بدي أحكيه عن ديما بياعة بعيدا عن أنه إنساني راقية وإنساني عزيزي ومنحبة وإنساني محترمي جدا حتى لما أبدت رأيه كل شوي بكل جملة يعني عند انتهاء الجملة وبداية الجملة الجديدة تقول مع محبتي أنا بحبها لاندين أنا بحب هيدا النجم أنا بحب نجوم لبنان يعني كانت عم تعطي رأيه بكل محبة وما كانت قاصدة تقلل من شأن أي إنسان آخر على سبيل المثال هلأ بيتجربة كوليس إذا إجا حدا قل لي عبد الله أنت هلأ عم تعمل نقلة نوعية بهيدا المنصة هل أنا لازم إزعل أو أنا لازم إفرح لأنه منصة الحمد لله عم تحقق نجاح وانتشار وصارت كوليس اسم من الأسماء الصحافة الفنية المهمة جدا بلبنان والعالم العربي هيدا الشي لازم يسعدني مثل ما بيقولوا لنجم أنه أنت لما وقفت أمام هيدا النجم الكبير المنتشر عربيا تعزز انتشارك ما هو لازم يكون قوي ليوقف قدام هيدا النجم ونجاحه بيكون مضاعف إذا تشكل هيدا النجاح أمام هيدا النجم هيدا ما بيقلل من مستوى التجارب السابقة ولا من مستوى الخبرات السابقة ولا من قدرات الإنسان ذاته لأنه لا ينجح الإنسان بأي ساحة كانت أو بأي تجربة كانت لازم يكون عنده مواصفات النجاح لازم يكون عنده قدرات النجاح هل الدراما اللبنانية كانت تعاني من الانتشار أو من عقدة أو من نقص الانتشار قبل الأعمال المشتركة؟ لا لأنه في أعمال لبنانية كتير حققت انتشار واسع جدا في العالم العربي والدراما انطلقت من لبنان عبر تلفزيون لبنان اللي كان ساحة مهمة وأساسية لكبار النجوم السوريين والعرب اللي إجوا كانوا يصوروا مسلسلاتهم وأعمالهم بلبنان أو بتلفزيون لبنان بالمقر ومن بعد عينت الدراما اللبنانية أثناء الحرب الأهلية وبسبب فساد المنظومة السياسية اللبنانية اللي ما دعمت قطاع الدراما مثل ما عملت سوريا اللي دعمت القطاع الدراما بشكل جيد باختصار الفنان فنان بعيدا عن جنسيته وصاحب القدرات وصاحب الموهبة هو اللي بيثبت حاله يمكن بتجيه فرصة بشكل مبكر وممكن تجيه فرصة متأخرة لكن بالنهاية حتجي هيدا الفرصة وحيثبت حاله ونجاح نجوم سوريا لا يلغي نجاح نجوم لبنان وتصريح دي مبيعة يؤكد أنها تحترم كل النجوم وأنها فقط عبرت عن رأيها في هذا الموضوع ولتعرفوا المزيد تابعوا حلقة برنامج ألوليما أو الحلقة اللي رح تعرض اليوم ليلا عبر منصة كوليس وكل صفحاتنا الاجتماعية لنشرح أكتر هيدا الموقف بشكل موضوعي ومهني مثل ما عتدت علينا دايما ما تنسوا تتصفحوا موقعنا الالكتروني www.colismac.com إلى اللقاء كوليس ما بعد المشهد اشتركوا في القناة